كاتعنو اليوم تسبوغات ومالصفيرار ومالتسوس ومالجير ومالرائحة الكريهة اليوم جبتليكم الحل المثالي اللي غيهنيكم دقبط لهذا الوصفة يا لبنات ما تصوروش يقدش يعني كيفاش كتطير داك التسوس تسوس كيطير فرمشة عين بفرقة واحدة من هاد الوصفة دي كيطير لك التسوس تحصلي على ابتسامة ناسعة البياض وفحاله فحال الهوليود سمايل احنا عارفة الهوليود سمايل اغلبية فينا كيبغيمش يديرو لانه زوين كيخليليك البتسامة ديالك تبان زوي ناسنين ديالك تبانو بويض صافيين حليب ولكن الاسمينة ديالو هي اللي ما كتخليناش اكيد اسمينة ليه شوية طالعة ما نقدروش عليها كاملين يعني كنين فئة تقدر وفئة ما تقدرش والاغلبية ما يقدروش اكيد فبغيناش حاجة اقتصادية اليوم جبتليكم الحل ليا البنات الخطير والبسيط لكن ما كتلاحظوا الان في الفيديو مباشرة امامكم اسنان بويض كيحمقو كيهبلو بدون تسوس يعني غنعجوا هاد المشاكيل كاملة منحت الرائحة الكريهة ولكن بيكم دابتها بطول تحت كاملين بيكم وتفجروا ليه الفيديو باللايكات باش ان شاء الله نزيد نستمر على نشر المزيد من الفيديوهات زوينا المزيد من الفيديوهات اللي غادي يعني تزيد تشجعكم انتوما يا وتشجعني حتى انا يا شخصيا فاليلا كديلكم كيزيد يخليوني نخدم كتر ونبحث كتر ونديلكم محتوى زوين ونجيب لكم كل ما هو جديد في مجال الوصفة الطبيعية فمرحباكم كل يعني غزالة وكل حبيبة وكل وحدة كتبغي القناة وكتبغي الكنتوني ولا كتبغي بليتو اللي غصيتها كذلك نقدم لكم في الفلاشين فكيما قلنا البنات هاد الوصفة صالح لنساء للرجال اي للجنسين معا ممكن يدير الزوج الاب بالاخ ديالك او العم ديالك كذلك صالح حتى الابناء يعني حتى الاطفال الصغار اطفالنا الصغار كيما كان عرفوا ما خصناش نديرو اليوم اي حاجة يعني الحاجة العشوائية الحاجة الغير الامينة خصومي بعدو عليها كل البعد ونديرو اليوم الحاجة الامينة الحاجة اللي غادي ستعود عليهم بنفع ماشي بالمضرة فهذا الوصفة مجرب سعلى الابنة ديالي وعجبتها بزافين الحمد لله ما كان حتى شي خطورة ولا واحد في المية فهي بدون خميرة بدون ملح بدون بيكاربونات سودا وبدون حامد كذلك يعني صالح حتى الاطفالكم الصغار خصوصا لابناء اللي تقول ليا عندنا ابنيتات والوليدات ان فاكتفق في الصباح تسبقلوا الريحة الكاريهة وللريحة غير مستحبة النهار كامل بيناش حلزوين بيناش حاجة من عندك تكوني ضيجة انت جربتها انت وعائلتك فعني بزاف ديال تعليقة تقريتهم من هاد نوعية هادي على الرأس والعين اللي بنات اي وصفة حبيتوها وبغيتوني نتكلم عليكم عليها وندير لها فيديو فاخليوليا غرف لي كومنتاغ انا كوم باغي الوصفة الفلال فلانية وانا تلبية الطالبيات ديالكم كاملين نجيكم باي حاجة حبيتوها يعني اي وصفة بغيتوها وحبيتوها نجيكم بيها فتحييلكم كبيرة من هاد المنبار ولا من هاد الفيديو هذا ابتده انتقاد كبيرها بخصوص ابنات أيت بذيات رحل sus archivar او لانتقادات يعني اللي بنات اللي يخلو لي بعض انتقادات فليك ومتغرة وما كان راحب يوم را ما كان حتى شي يتعليق باش تكونوا على بال يعني راح مسألة مفرغ منها اي وحدة خلت لي يتعليق سواء زوين سواء خيب يعني اللي مرة كتحبني وكتبغيني وكتفرج في المحتوى ديالي فتحيي لكم كبيرة الجميع الغزالة ديالي اللي كيتبعوني ويلا هوا معايا باش نتعرفوا على مكونات الوصفات ديال اليوم والطريقة ديال التحضر دياله والاستخدام والاستعمال دياله كذلك بالنسبة لبنات المكونات هادي نحتاج ان شاء الله الحليب المجفف او الحليب بودر هنا عندي لبنات نيدو ممكن تستخدي اي ماركة بغيتي الحليب المجفف لبنات زوين في صبير الاسنان يعني مؤخرا موليت كانت تستخدمه بشكل كبير كما تكونوا لاحظو فهو زوين وقامل حتى لاطفلكم صغر ستحتاجي معايا كمية ديال مزهر هاد مزهر صناعي لبنات خالي من الكحول وغادي تحتاجي معايا كذلك معجول الاسنان هنا جبتوا حد ربعات النوعيات باش نوريكم مهمتي يلا عندك هذا ديري هاد نوعية سينيال عندك هاد نوعية اللي كتبع في الاسواق بثمن مناسب مناسب بزاف بالفاخر والقرونفل هادي زوينة هادي خدوها بعينكم غمضين هادي جربتها تقريبا شي سيمو هادي وانا كنجرب فيها النتائج دياله كانت خطيرة 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 بزاف لا لي انا وعلى حتى الزوج ديالي سوا جرب معايا هذا لي بالفاخر بحكم يعني هو تعجبه الفاخر بزاف طبيعة الاسنان وكانتنا شي جاحت هو عليه زوينة فبتالي عجبتنا النتيجة واي وحدة كتسوني سنقول لها زوين يعني ماشي غير هاد الماركة بالضبط اي ماركة كانت بالفحمة اولا بالفاخر خوديها يعني اللون ديال المعجونة تلقيه باللون الاسود يعني خوديه بعينك مغمضين لانه زوينة ومفيد لك بزاف اول هاد نوعية هادي كخست اللي هي بفليوم عروفة احتها زوينة كتحمق احتها نوعية كخست زوينة اولا مثلا هاد نوعية هادي هادي بنتي عاش النعناع كتجيب اللون الاخضر يعني في هانك هاد النعناع مهمتيا كي بقالك الدوق شنو تختاري هادي تحتاجي معي كذلك كميين تعال كركم اولا كميين تعال خركم البلدي هادي تحتاجي معي ان شاء الله كميين ديال الحبة السوداء اولا حبة البركة اللي كتكون يعني ديجا كما كنقولو حنا يمطحونة مزيان وغادي تحتاجي معي كميين ديال القرنفل يعني القرنفل حتى وكيكون مطحونة لحقو طريقو كنشدو نطحنو وكنستخدمو فضلا غوسيت هادي يعني هادو هما المقادر كاملين وانحتاجو جوجو ديال فورشات ديال الاسنان كل وحدة بلون باش هكذا وحدة نخلي يعني نطبقها الاسنان ديالي للوصفة الطبيعية والاخر نخليها غير الفرق الاسنان ديالي بشكل يومي من بعد كل وجبة رئيسية الفطور لغدا واللومجة والعشاء خصوصا لاخدي نفل لومجة تناول للوجبة السريعة اولا للسلصات مثل السلصات السوجاء اولا القهوة اولا الشي بكيميا كثيرة المهم هما المقادر غادي نعودهم مقروم في البودرة الحب السوداء بودرة اي الحب السوداء مطحونة مزيان حليب مجفف الكوركم ماء الزهر ومعجون الاسنان باي نكاك تفضي وكتبغي وعلحسب دائما ذاك شي اللي عندك هادو هما المقادر ويلا هوا معي باش نتعرفو على طريقة التحضير واول حاجة اللي سنبدأوا بها هي الحليب المجفف يعني هناخدوا ان شاء الله معي القادية الحليب المجفف انتما البنات اخذيت شوية ديال الحليب المجفف شوية ديال الكوركم او الخرقوم البلدي من نسبة للكوركم البنات انا را كان ناخده عند العطار يعني راه قريب يكمل يخص نمشي ناخد واحد اخر فكما قلنا البنات كان اخدو باقي طري يعني كيتحنوا عند العطار بذلك نجيب كوركم تازج كوركم تري كوركم في رائحة ديال يعني العطرية قوية ومجهدة حتى في الماكلة كي يجيني بنين والديد وكذلك في الوصفة الطبيعية كتكون الفعالية ديال الكوركم قوية اما ذاكلي كيكون واجد مطحون وما نصحكم شبيه اخودي الكوركم يعني طحنيه انتي عند العطار من الاحسن ومن الافضل فاخديت شوية ديال الكوركم شوية ديال الحليب المجفف وهدي ناخد دبيا شوية ديال الحب السوداء مطحونة يعني الحب السوداء بودر وغادي نضيف شوية ديال الخرنفل وغادي نضيف شوية ديال الخرنفل ومن بعد غادي نضيف شوية ديال مزهر هاد الوصفة دي كما قلنا يدير هولدتكم بعين وينتهم غمضين لانه ما فيها لحامض بيكربونات لملحة لاتجي حاجة في سلحة لاطفلكم الصغار وانتمنى يتبقى تجاهد الفيديو ما يبقى شغير عندكم بشاركوه مع الحبيبيات اللي كسعرفوه صديقاتكم ليس عم الفائدة الجميع وما تنسوناش من اللي لايك ديالكم طبيعة حال فضلا وليس امرا اي وحدا كتفرج في يدا با طابت اضغط على زر لايك باش لا فيديو ينتشر عند بزاف ناس واحد اخرين ويستفدو منو ياربي اضغط المقادر كاملة ونضيف كمية من معجون الاسنان اي ماركة بغيتي انا هنا قد نختار معاكم هذا الفاخر او الفحم او القرنفل هذا المناط خطير 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 بزاف بزاف لتبييد الاسنان نصحكم به بشدة واللون ديالو كما تكونوا دبا اتشوفوه هو اللون اسود وتمنوا رخيص بزاف بزاف انا هذا النوع ايول هاد الماركة هدي كتكون تمنها مناسب لكل شيء فيما كنت تديرها ان شاء الله وتلقي عليها الحاجة الايجابية والحاجة الزوينة لانني جربتها السيمو هادي وانا كنجرب فيها يعني لا انا لا زوج ديالي وبجوجنا الحمد لله تعجبنا بي مؤخرا ما كنتش لقيتو ولكن الحمد لله مؤخرا توفر في السوق واجبت منه كمية كثيرة لانا بعض المرات قدري ما تلقيش ولكن اي معجون الاسنان يعني لما نذكر الماركات كيف ما كانت الماركة الا كان بالفاخر غير خودي راه زوين 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 بزاف التبيض وعلاج تسبوغات والاسفيرة وحتى التسوس اولى الجير يعني خودي ديال الفاخر بحكم تجربتي يعني ديال السيمو ها عجبني بزاف العيالات اللي عندهم منيسة ديالهم تعانوا من الالم ديال الاسنان وكيبغوش حاجة تكلمي لهم سنينة ديالهم في هاد الوصفة لانه فيها القرنفل وفيها الحبة السوداء وهاد جوج ديال المكونات متبثة الفعالية ديالهم بخصوص علاج الالم مهما كانت الحدة دياله فمهما وصل بيك الالم تلسنينة ديالك وما وصل بيك الدرجة ديال الالم وخيكون حاد في الاسنان فغادي تعالجيه ان شاء الله غير به هاد الاغوست هاتي فالمهم ده بغادي اندوزوا لطريقة التطبيق هي سهلة مهلة كتاخدي هاد النوعية مثلا ديال الفورشات وهي بلو الأحمر وكتغمريها ليه مزيان مزيان وتبدي تحكي بها سنينة ديالك ما بين دقيقة تل عشرة ديال الدقائق ومن بعد ما كتنتهي كتاخدي هاد الفورشات ديال الاسنان يعني اللي كجي مثلا بهاد النوعية الخضراء وكتحكي بها سنينة ديالك التاني مرة بعد ما كتنتهي من هاد الوصفة هادي باش اي شوائب بقى ولا اي تسبوغات بساطين بقى ديال هاد الوصفة كتعالجيهم ولا تخلصي منهم بانا كيحكيتي الاسنان ديالك التاني مرة ولا كتاني خطوة فهاد شي اللي كندير انا شخصيا اي معجون ديال الاسنان عندك ديريه يعني ماشي بشرط هاد لي مارك هادو انا غير وريدكم دك شي اللي عندي والحسب مطفر عندي فقط المهمة ديال الوصفة ديال اليومة من السماء ومنعشة بمزهر والله القسم لي رحت بعد هاد مزهر كتبقت من يو وعبين ساعات قريبا في الفم يعني الريحة الكريه ما كتخليهاش بحكم فيها مكوينات الفعالية ديالهم قوية ماشي الفعالية ديالهم يعني عادية لا الحمد لله ممكن تبحتوا على اي مكون على حيدة من هاد المكوينات اللي بقتا جيت معكم اليومة والدور دياله والاهمية دياله والمزايا دياله والفوائد دياله بخصوص تبييد الاسنان وعلاج الاسفرة وعلاج رائحة الكريه وعلاج تسوس وعلاج الجيل فخطيرين يا لبنس هاد المقادر هادو هاد الوصفة ومعثمدة عندي حتى الابنة ديالي لانا سهلة مالة ديال كان صوبة كان صوبة تقريبا في خمسة ديال الدقاق وكان يعني نخدمها مع بنتي ومعي حتى انا شخصيا مع كذلك الزوج ديالي كان ديروك كأسرة ولا كعائلة مكاملة مع العلم انها اقتصادية وسهلة تستحضر فبصحة ورحة لكل وحدة بغا تجربها ومتحمسة فنودي غزالتي جربيها بصحتك ورحتك وما تنسينيش من اللي لايك اللي لايك اللي لايك ترون منهم البناس من طبيعة الحال فضلا وليس امرا فاغتجيب للا فيديو اللي اعجبكم مع صديقاتكم وحبيباتكم ليس عم الفائدة الجميع وشكرا لكم مسبقا وطلقا معكم في فيديوهات ماجية المزيد من الهميزات والمزيد من الوصفات جايين نرخب الربخات دائما مع القناة ديالي وديلكم اللي هي قناة إلهام شانيل إلى اللقاء